موسيقى أصعد الله مساءكم مشاهدين الكرام أهلا بكم انتخابات تشريعية فرنسية مفصلية وغير مسبوقة الأهمية مع اندفاع اليمين المتشدد المرجح بقوة أن يؤلف الحكومة نسبة الاقتراع 60% معارك في الشجاعية بغزة وسخونة في الحدود الجنوبية من بعد الظهر إلى المساء نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين يؤف جالند لا يريد شن حرب على لبنان ولا يريد فتح جبهة إضافية محاولة أمريكية فرنسية مشتركة لإطار حل في الجنوب وتعديل جديد لمبادرة بايدن حيال غزة واللجنة الخماسية تستعد لمعاودة تحركها في ملف الرئاسة والصعوبات جمة زيارة منتظرة للمفذ القطري لبيروت والسفير الفرنسي لمنواب الذين التقاهم انتخاب الرئيس ضروري جدا لنصلي من أجل إيقاف الحرب في غزة وجنوب لبنان الراعي نتمنى لو أن المتعاطين بالشأن السياسي يسارعون للاهتمام بشؤون الشعب وانتخاب رئيس جمهورية وفق الدستور للمتحاملين على المقاومة الخطيب نحمل الدولة والقوى السياسية عدم تحملهم مسؤولية الدفاع عن لبنان وجنوبه وبقاعه الغربي وعدم تسليح الجيش إذن في فرنسا انتخابات تشريعية وتوقعات بتقدم اليمين المتطرف فيما نسبة التصويت بلغت حوالي 60% بحسب الداخلية الفرنسية بدأت عمليات التصويت في البر الفرنسي في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية يواجهون فيها خيارا تاريخيا إذ قد تفتح الطريق أمام اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة بعد أسبوع الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة تنظم قبل موعدها بثلاث سنوات بعدما حل الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون البرلمان في التاسع من حزيران على إثر خسارة ائتلافه أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي بداية الشهر الحالي وبحسب استطلاعات الرأي فإن التجمع الوطني اليمين المتطرف برئاسة جوردن باردلا وبقيادة مارين لوبان سيكون في طالعة الأحزاب المتنافسة بينما تحتال كتلة اليسار التي تحدث على إثر صعود المفاجئ لطيار اليمين المركز الثاني ويأتي ائتلاف مكرون المنتمي للوسط أثالثا وفق استطلاعات لكن النظام الانتخابي المكون من جولتين قد يجعل من الصعب معرفة الفائز إلا بعد ظهور نتائج الجولة الثانية التي ستجرى في السابع من تموز المقبل علما بأن النتائج التي ستظهر مساء اليوم ستكون لها دلالات مهمة على شكل البرلمان الفرنسي القادم الذي يتكون من 577 مقعدا وقد شكل قرار الرئيس الفرنسي بحل البرلمان خطوة مفاجئة للأصوات السياسية إذ لم يكن مكرون مضطرا لاتخاذ هذا القرار دستوريا رغم خسارته الأغلبية الأوروبية لكن مقربين من الرئيس وصفوا هذا القرار باعتباره خطوة لا بد منها لتعامل مع الصعود السريع لأحزاب اليمين المتطرف ووصف مكرون قرار حل البرلمان بالثقيل والخطير مستدركا بأن هذه الخطوة هي خطوة ثقة يخطوها الرئيس نحو الشعب الفرنسي الذي يعاول على أصواته لمنع مارين لوبان من نال أغلبية برلمانية ومن ثم حكومة فرنسية يامينية متطرفة للمرة الأولى في تاريخ الحزب وعلى إثر هذا القرار تبينت أراء الصحف الفرنسية حيث رأت أن مكرون يحاول أن يجعل من نفسه لمرة جديدة الحل الوحيد في مواجهة اليمين المتطرف في حين أن هذه الاستراتيجية قتلت استعمالا وأنها لن تحقق النتيجة التي أملها مكرون وقالت لوبان في مقابلة صحفية سنفوز بالأغلبية المطلقة وفي حال انتصار حزب التجمع الوطني فقد تشهد ديبلوماسية الفرنسية مرحلة غير مسبوقة من الاتراب على اعتبار الاختلاف والتنافس الذي سيحصل بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان حيث ذكر إيمونيال مكرون أنه سيواصل رئاسته حتى نهاية فترة ولايته في عام 2027 في حين أشار بردلة بوضوح إلى أنه سيتحدى مكرون في القضايا العالمية لبنان في الانتخابات الفرنسية ناخبا ومرشعا والقنصر الفرنسي في لبنان يؤكد للبنان أهمية كبيرة في الانتخابات التشعية الفرنسية ويضم حوالي 19 ألف ناخب توجه الناخبون الفرنسيون في الخارج إلى صندوق الاقتراف 11 دائرة انتخابية موزعة عبر العالم وقد لفتت انتخابات الدائرة العاشرة الأنظار لبنانيا لوجود مرشحين من أصل لبناني لوكاس لمع الذي يشارك في الانتخابات عن اليمين الوسطي الفرنسي مؤكدا أنه في حال فاز بالانتخابات سيكون إلى جانب لبنان من موقعه وسيكون صوتا لوطنه الأم في فرنسا وكذلك المرشح المستقل علي كميل حجيج نحن بالنسبة لأننا أنا المرشح الوحيد الفرنسي اللبناني اللي نزل عندي اخابات عن حزب لدي حزوز كتير كبيرة بس هذا الشيء متعلق أكيد على نسبة التصويت في لبنان وفي الإمارات لأنني أعتبر أنه هذه البلدين بشكله نص نخبين على الدورة العاشرة على الدائرة العاشرة بالنسبة لأننا إذا نقدر نجيب عدد أصوات كتير كافية نقدر نتخطى هالدور الأول للدور التاني وإذا ننصل على الدور التاني لك الحديث حديث وحزوزنا كتير 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 عليه لبناني فرنسي مستقل أقدم خيارا آخر لفرنسي لبنان من خلال استقلالية تسمح لي بنقل صوت الفرنسيين في لبنان إلى الجمعية الوطنية البرلمان تنظم الانتخابات في لبنان في ثمانية مراكز اقتراع في مقر السفارة الفرنسية في بيروت ومدرسة لسيل فرنسية الكبرى حيث ينتخب حوالي 19 ألف ناخب صندوق الاقتراع فتحت عند ثامن صباحا في أجواء ديمقراطية وهدئة والقنص العام لفرنسا في لبنان جوليان بوشاغ أمل بالإقبال الجيد نحن نعرف أن الناخبين الفرنسيين في لبنان ينتخبون بشكل أقل من الناخبين في فرنسا لذا نرجح بأن تتفاوت نسبة المشاركة بين 40 و50% في لبنان لبنان يحتل أهمية كبيرة في الدائرة العاشرة إذ يضم أقل من 20 ألف ناخب تقريبا من ضمن أقل من 110 ألاف ناخب لذلك فإن فرنسيين لبنان يشكلون جزءا من أكبر المجموعات في الدائرة مع فرنسيين دبي ومدى غشق وعند رجل لبنان ضمن الدائرة العاشرة وهي تشمل نحو 40 بلدا في الشرق الأوسط وأفريقيا شرقية حيث يتنافس 12 مرشحا وإلى تهران تقول الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية في الخامس من تموز لاختيار رئيس لإيران بفعل عدم حسمها من الجولة الأولى إذ أسفرت الجولة الأولى عن اختيار كل من المرشحين الإصلاح مسعود بسجيكيان والمحافظ سعيد جليلي للتنافس وجاءت الحاجة إلى جولة ثانية نتيجة لعدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى وهي 50 زائد واحدا من الأصوات وعلى رغم استبعاد أن تؤدي الانتخابات إلى تحول كبير في سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن نتائجها قد تلقي بظلالها على اختيار خليفة الزعيم الأعلى المرشد آية الله علي خامنئي أفدت وسائل إعلام إسرائيلية عن هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة العالة الإسرائيلية في مدينة أنطاليا التركية وسلطات التركية رفضت إعادة تزويدها بالوقود بحسب ما قيل فاصل فنواصل هوكستين يستعد لزيارة باريس في محاولة لتنصيق جهود أمريكية فرنسية تؤدي إلى حل للوضع الحدود الجنوبي واللجنة الخماسية تتحضر لمعاودة تحركها الصعب على مستوى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية أوصات ديبلوماسية مطلعة كشفت أن المفد الأمريكي عيموس أوكستين بعد فشل جولته الأخيرة بين بيروت وتل أبيب يولي اهتماما لزياراته باريس الأسبوع المقبل وأن هناك تركيزا من الفريقين على التنصيق فيما بينهما لبلورة إطار مشترك لحل سياسي للوضع المتفجر عند الحدود الجنوبية وأشارت الأوساط إلا أن هناك تعديلا جديدا لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأن ما عرضه أوكستين في زيارته الأخيرة مرشح لهذا التعديل هناك محاولة لمقاربة فرنسية أمريكية مشتركة لمشروع الحل لكن عودته إلى المنطقة تعتمد بالدرجة الأولى على تغيير إيجابي في شأن مصير الحلول المطروحة في غزة ووصفت الأوساط الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة بالمهمة على صعيد بلورة المشهد المتعلق بالوضع في غزة والجنوب خصوصا بعد إخفاق محاولة فصل المسارين وبالنسبة إلى مسار الانتخاب الرئاسي بحسب هذه الأوساط الديار يبدو أن اللجنة الخماسية تتحضر لمعاودة تحركها ومسعاها في خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر بعد انتهاء ما يسمى المهلة التي كانت قد حددتها بنهاية حزيران لتحقيق تقدم حاسم في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ولا تتأمل المصادر أي نتائج مرتقبة مع الإشارة أيضا إلى أن المفد القطري سيعود إلى بيروت ولفتت إلى أن تصريح السفير السعودي وليد البخاري بعد زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبل طيف دريان وبعد تأكيده أن عمل اللجنة لم يتوقف حصل تمهيدا لهذا التحرك مبينة أن هناك رغبة لدى جميع أعضاء اللجنة بالحضور بقوة من جديد لتحريك الملف الرئاسي البطيارك الماروني مربشارة بطر السراعي في عظة قداس الأحد في صرح بكركي نتمنى لو أن المتعاطين بالشأن السياسي يسارعون للاهتمام بشؤون الشعب وينتخبون رئيسا وفقا للدستور الواضح والصريح فمن شأنه أن يعيد ثقة المواطنين بشخص الرئيس وبمؤسسات الدولة الدستورية إننا نصلي من أجل إيقاف الحرب في غزة وجنوب لبنان وإحلال سلام عادل وشامل في إيما رد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب على المتحاملين على المقاومة بقوله إن هؤلاء يدافعون عن فشلهم وعن عدم استطاعتهم بناء الدولة وتسليح الجيش كلام الخطيب ورد خلال تقديمه التبريك والتعازي بشهيد المقاومة علي علي الدين في بلدة صحمر البقاع الغربي الشيخ الخطيب وجه التحية إلى المقاومة التي تحمي لبنان وسيادته وشرفه وكرمته وقال المقاومة التي لم تتأسس على حساب الدولة ولا على حساب مؤسسات الدولة التي لو كانت موجودة لما احتجنا أن نحمل هذا العبء وحدنا في الدفاع عن لبنان هؤلاء يهربون من فشلهم ومن تحمل المسؤولية إلى الهجوم على المقاومة وعلى أبنائنا وعلى أهلنا ليحملوهم مسؤولية فشلهم وعدم تمكنهم من القيام بواجبهم نحن أقول لم نقم بواجبنا هؤلاء يستغلون أخلاقنا يستغلون كرمنا وبدل أن نحملهم المسؤولية ونقول لهم ما يقولونه لنا اليوم لذلك تجرأوا أكثر فأكثر فيحملوننا ويحملون المقاومة هذه المسؤولية هم يدافعون عن فشلهم وعن عدم استطاعتهم أن يبنوا الدولة وأن يسلحوا الجيش اللبناني ليقوم بمهام الدفاع عن الوطن أشار رئيس الطيار الوطن الحر النائب جبران بيسيل في كلمة ألقاها في البيت الأرتوديكسي بمنيارة في عكار إلى أننا أينما ذهبنا في العالم نعود إلى اللبنان وكلما عدت إلى هنا أفرح وأجد العاطفة والأصالة اللبنانية والعافية وأكد بيسيل أن فكرة العائلة في العالم مستهدفة وكل الحركات غير الطبيعية هدفها ضرب العائلة أتمنى أن تكون واحدة من مهمتنا أن نتحدث عن الإنسان والعائلة ورأى بيسيل أننا اليوم مهددون بسبب إسرائيل وأن جميعنا نطرح السؤال نفسه حول حصول الحرب مؤكدا أننا ضد أي سياسة تأتي بالحرب وفي عبارات متوازنة ومنطقات في شكل دقيق أضاف بيسيل صحيح نعم لمنع الحرب عن لبنان ولكن هذا لا يعني الاستسلام وسواء وقعت حرب أم لا لبنان سيخرج منها منتصرا ولو بكلفة مرتفعة إن الحرب هي فشل للإنسان وإن نتيجة الحرب ستكون انتصارا للبنان ولفت إلى أن الخوف هو من الحروب الأخرى لتغيير الهوية وغيرها وهذا الأمر ليس فيه عنصرية ولا عدائية وفي الجولة زار بيسيل الوزير السابق عقوب الصراف قبل لقاء شعبي في بلدية عكار العتيقة كما زار وادي خالد ومشتم حمود والحيصة والبيري واختتمت الجولة بلقاء شعبي في تل عباس شرقي وفي الجولة أطلق بسيط سلسلة من المواقف الخوف هو من الحروب الثانية اللي عم تنشن علينا مثل تغيير هويتنا وطبيعة بشرنا وشعبنا لما كل يوم بيفوت شعب آخر علينا وشعبنا بيهاجر بيجي من برة علينا شو ما كانه لو كان جاره ولو كان صديقه لو شو ما كانه تعرفوا لو لويات أول شي بيته الواحد بعدين جاره بعدين حيه بعدين بيعته بعدين بلده فعلى طول الجار مش أعز من أهل الدار صح؟ فهيدا الشي ما فيه لا عنصرية ولا عدائية بالعكس فيه حرص على الجار طي ضل هو ببيته ونبقى نحنا ببيتنا لا منيح لقله هو يترك بيته ولا منيح لقله نحنا نترك بيته وهيدا اللي عم بصير السوري عم بيترك بيته ويهاجر وبعده لليوم عم بيهاجر بمؤامرة دولية وإلى شركة محليين لبنانيين ما فيت السوري على لبنان هيك بها الشكل لو ما من 2011 في شركة لبنانيين مشتركين بالمؤامرة وعلى رأس السلطة من فوق لا تحت تنصل للأجزة الأمنية اللي ساكتة وساكتة يا أما بالتواطئ السياسي يا أما بأفض العملة لأنه بيقبضوا على اللي بيفوتوا هاو دي شبكات التهريم وغيره وكان بصير في عشاء هيئة عكار للطيار مساء أمس قد تحدث عن لبنان القائم على فكر المشاركة كما تحدث عن الفكر السياسي وعن عدم معادات الطيار أحدا من اللبنانيين بصير في نهاية اليوم الأول أمس لجولته العكارية رافع عن المقاومة للأسف بعض الناس يدافعون عن إسرائيل ويحملون مسؤولية ما يجري للمقاومة هذا ليس بالسوي من جهة ثانية أشار إلى أن عكار محرومة وأنه على رغم المناشدات لا نستطيع أن نقوم بالكثير ولكن أهم ما قدمناه هو تحسين التمثيل بعكار حتى يكون هناك إمكان لتمثيل كل المكونات المجتمع العكاري رئيس الطيار أكد أهمية الحوار على مسار الانتخاب الرئاسي ومن جديد غمز من باب طرحه أن التكتل فريق ثالث لا ينتمي إلى ذاك الفريق ولا إلى ذلك الفريق نحن ما حدا بيفرض علينا ولا حدا بيقدر يقلنا مين بدنا نحن يمكن نكون الوحديين بهيدا البلد يلي قرارنا مش طالق إلا من راسنا لا من ميل ولا من سفارة ولا من دولة وهيدا شيء كل العالم فهمه وما في شيء ما يجربوا يعملوا معنا ما أم نروح لنتحاور لنرضخ أم نروح لنقنع بعضنا بشو الأنسب لقلنا كلنا سوا بلنجرب نكسر حيات مسكر ومحطوط بوجهنا بلد من سنة وأسبوعين ما نعاعدت فيه جلسة واحدة لانتخاب الرئيس بلد فيه أزمات وجودية مثل النزوح مثل الأزم الاقتصادية مثل الشراكة مثل الحرب يلي عم بتصير على حدودنا وما قلنا رئيس هيدا حافظ مش تنمتر شو بده يصير بغزة هيدا حافظ لنستبع شو بده يصير بغزة وبجنوب وننتخب رئيس مش تنقعد نتفرج ونسلم أنه نحنا ما قدرين نعمل شيء قيمة التيار أنه يقدر يروح يحكي مع كل الناس ويحاول يقنع كل الناس إذا واحده مش قدر يعمل نحنا واحدنا مش قدرين نجيب رئيس ولا حدا بلبنان واحده قدر يجيب رئيس منظلنا معندين على بعضنا وتركين البلد بلا رئيس وبالآخر ما حدا من الجهتين يلي عم يتحدوا بعضهم قدر يوصل رئيس إذا نحنا قدرين نروح نحكي مع كل الناس أنتوا كمان بعكار قدرين تروحوا تحكوا مع كل الناس ميدانيا في الجبهة اللبنانية الحدودية ارتفاع بوتيرة العدوان بعد الظهر والمقاومة تضرب بقوة آخرها لمرابد إسرائيلية في خربة ماعر ولموقع رويسة الأرن مساء اليوم الطيران الإسرائيلي المسير أغار على منزل في بلدة حولة فاستشد ثلاثة جنوبيين كما قصف العدو بالمدفعية أطراف بلدة بيتليف المقاومة الإسلامية زفت الشهيد على طريق القدس نصرات حسين شخير جواد موليد 1975 من بلدة الصواني الجنوبية كما زفت الشهيد جلال علي ظاهر حمزي موليد 1976 من بلدة حولة وردنا على العدوان ضربت المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة المناسبة وأصبته مباشرة كذلك أعلن حزب الله تدمير جزء من مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخ ثقيل طراز بركان ودمر جزءا من المشغل العسكري التابع لثكنة بيت هلل بصاروخ فلق ونفذ هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية الإسرائيلية وأصبوه مباشرة ما أدى إلى اندلاع النيران فيها وإصابة عدد من ضباطها وتموضع جنودها في الغضون اجتماع إسرائيلي سياسي حربي اليوم في شأن لبنان ومسؤولون أمريكيون ينقلون أن غالنت لا يريد شن حرب على الجبهة مع لبنان قبل ساعات من اجتماع إسرائيلي سياسي حربي في شأن لبنان وزير الخارجية الإسرائيلية لإسرائيل كالتس رأى أن الرسالة التي بعثت بها إيران فيما يتعلق بشن حرب إبادة في حال تنفيذ إسرائيل عملا عسكريا واسع عن نطاق في لبنان ذلك يجعل إيران تستحق التدمير وتوعد أيضا باستخدام كل القوة الإسرائيلية ضد حزب الله إذا لم يتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل من لبنان ويبتعد عن الحدود في المقابل صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن موقف وزير العسكر الإسرائيلي يوآف جالنت تغير في شأن شن حرب على لبنان بعدما كان موافقا على ذلك بعد السابع من أكتوبر وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن جالنت كان يعتقد مثل بعض المسؤولين الآخرين في الحكومة الإسرائيلية بوجوب الرد بتدمير حزب الله وحركة حماس لكنه غير موقفه في الوقت الحالي ويرى أن فتح جبهة جديدة أي مع لبنان لن يكون قرارا حكيما وأفاد المسؤولون صحيفة نيويورك تايمز أن الإسرائيليين وحزب الله يفضلون التوصل إلى حل ديبلوماسي وزادوا إن جالنت أبلغ واشنطن خلال زيارته الأخيرة أن بلاده لا تريد حربا واسعة للطاق لكنه أكد أنه على استعداد لتوجيه ضربة في حال استهدفت إسرائيل باستفزاز كبير وإلى فلسطين المحتلة قصف عنيف الشجاعية ومعارك ومناشدة لإدخال الوقود لمستشفيات غزة كثف الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي والجوية على حي شجاعية شارق مدينة غزة وسط القطاع مع استمرار القصف رفح جنوب القطاع ما أسفر عن استشهاد وإصابة فلسطينيين وذكرت وسائل أعلام فلسطينية أن طائرة إسرائيلية فتحت نيرانها تجاه السكان ومنازلهم في حي شجاعية فيما أحرقت القوات الإسرائيلية مسجد العودة في رفح وعلنت قتاب القصام أنها استهدفت ناقلة جند وجرافة عسكرية لجيش الاحتلال من نوع ديناين بقضائف اليسين 105 جنوب حي تل الهوى بمريدة غزة وأكدت أنها استهدفت دبابتين ميركافا بقضائف اليسين 105 في حي شجاعية بمدينة غزة وعلى الصعيد الإنساني نشدت وزارة الصحة في غزة لإدخال الوقود لمستشفيات القطاع محذرة من أن عدم توفر الوقود الكافي سيؤدي إلى توقف محطات الأكسجين الضرورية للمصابين خلال 48 ساعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياه لفت إلى أنه لا يوجد تغيير في الموقف الإسرائيلي بشأن مسار لاستعادة المحتجزين الذي رحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن مدعيا أن حركة المقاومة الإسلامية حماسية العائقة أمام الإفراج عنهم وأضاف أن إسرائيل ملتزمة بالقتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب مشيرا إلى أن تل أبيب ستعيد جميع المحتجزين الأحياء والأموات عبر الضغط السياسي وبذل مزيد من الضغط العسكري أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن حادث على بعد 113 ميلا من المخة اليمني وأفدت لهيئة أن السفينة بخير من دون أن تذكر هويتها هذا البيان صدر بعد إعلان جماعة الحوثيين استهداف أربع سفن في كل من البحر الأحمر والمتوسط إحداها أمريكية والثلاث الأخريات انتهقت حضر الوصول في اتجاه موانئ إسرائيل وكان الجيش الأمريكي قد أعلن يوم الجمعة تدميره سبع مسيرات ومركبة تابعة للحوثيين في اليمن كتب وزير الاقتصاد أمين سلام على منصة X انهيار صقف المنزل في المدينة الرياضية في بيروت هو بمثابة انظار وتذكير لبلدية بيروت بأن هناك أكثر من 10.460 مبنى في بيروت يحتاج إلى ترميم وفق المسح الذي أجرته شبكة سلامة المباني عام 2013 ضمن برنامج جي آي أس بالتعاون مع وزارة دخلية ندعو كل البلديات لإجراء مسح ميداني شامل لتقييم حال المباني في كل المناطق فهو الطريق الوحيد لتجنب كوارث مستقبلية ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المباني وسكانها فالوقت ليس في مصلحاتنا أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات كورسك وليبيتسيك وفرونيج وبريانسك وأوريول وبيلجرود وأوضحت الوزارة في بيان أنه خلال الليلات الماضية تم إحباط محاولة من جانب نظام كيابلي تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي تم إسقاط 15 مسيرة فوق منطقة كورسك وتسعة فوق ليبيتسيك وأربعة فوق كل من فرونيججيك وبريانسك ومسيرتين فوق كل من أوريول وبيلجرود قتل عشرون شخصا على الأقل وجريح عشرات في تفجيرات انتحارية عدة حصلت في مدينة دي جورزا بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا في هجمات تذكر بتلك التي تنفذها جماعة بوكو حرام بحسب فرانس بريس وأبوكو حرام المتجزرة في هذه المنطقة المتاخمة للكاميرون معروفة باستخدامها نساء انتحاريات في كفاحها المسلح لإقامة دولة خلافة في شمال شرق نيجيريا قتل خمسة أشخاص في ماناكو وعاصمة نيكا رقوة وأجلي مئات أخرون في المكسيك بسبب الأمطار الغزيرة في عدد من دول أمريكا الوسطى وقد تسببت الأمطار المستمرة التي سجلت في كل أنحاء نيكا رقوة تقريبا منذ الجمعة شكان جواتي تلان بولاية مكسيكو اضطروا إلى مغادرة منازلهم حاملين بعضا من أغراضهم الشخصية بعدما جرفت المياه ممتلكاتهم مشاهدين الكرام في الختام أنا وهيشام نشكركم ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر